من يوم 25 يناير لغاية يومنا النهاردة 15 2011 وناس كتير قوي عمالة تقول في الأوساط السياسية والأوساط عدة أوساط مختلفة إن في جامعيات أهلية جامعيات حكومية وغير حكومية كانت بتتمول من برة مصر والجامعيات دي ممكن تكون من ضمن الجامعيات الخاصة بحقوق الإنسان أو مقافحة الفقر أو الوصول إلى الديمقراطية بشكل أو بآخر عدة أقاويل بتقول إن في جامعيات من الجامعيات دي بتتمول بشكل ليهم أغراض مضرة ببلدنا وفيه آراء تانية بتقول يا جماعة لا ما ينفعش تقول لنا كده لا ده إحنا الناس اللي نزلنا في الثورة وإحنا الشعب اللي كذا وكذا وكذا ففيه مقلتين وخصوصا بعد ما سفار الأمريكية طلعت وقالت إن هي صرفت مبالغ كبيرة على عدة جامعيات في مصر بعد الثورة لزق الديمقراطية إحنا هنا بنتكلم بصفة محايدة جدا وبنتكلم وبنقول إنه فين الغلط وفين الصح في الكلام اللي بيتقال ده كله معايا ضيفي النهاردة وضيفنا أنا والشريفة للأستاذ الكاتب الصحف فيه عبدالقادر شهيب صباح خير يا فن صباح اللوح نهارك سعيد عايز بس زادة كلام أشرف إن مش بس تصفح السفيرة الأمريكية هو كان هو المعيار الأساسي أو الذي أطلق هذه الشرارة ولكن أيضا الإعلان أو تقرير لجنة تقصي لحقائف هذا الموضوع والذي ذكر بالأسامي وبالأرقام وهو ده اللي كان ليه رد الفعل الأكبر أهم نتائج هذا التقرير للي ما تبعش هذا الموضوع وإيه المتوقع وإيه مفوض يتخذ بعدك هو التقرير ده اتعمل بعد ما أسيرت القضية وبعد تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة أنت باترسون ورصد بعض التحويلات الضخمة بالقياس لما كان يحدث من قبل تقريب ده عملته الحكومة أشرف عليه وزير العدل أهم ما جاء في التقرير بيتضمن الآتي نمرة واحد أن في حوالي تسعة وتلاتين جمعية تعمل بغير ترخيص تم رصدها جمعية غير حكومية من منظمات المجتمع المدن نمرة اثنين أن هناك تمانية وعشرين جمعية غير حكومية سواء بترخيص أو بغير ترخيص حصلت على تمويل أجنبي من جهات متنوعة سواء أمريكية أو أوروبية أو عربية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدون إعلان نمرة ثلاثة أن هذا التمويل ضخم اللي حدث في الخمسة أشهر الماضية لها الفترة اللي تولد راستها التقرير أنه تمويل ضخم وعلل يعني دلل على كده التقرير بأكثر من معلومة أبرزها أن في جمعية حصلت في ودون هذه الفترة على 181 مليون جنيه وهذه من إحدى الجمعيات العربية وهذه الجمعية كانت لا تحصل إلا على رقم لا يتجاوز المتين ألف جنيه في السنة فطبعا هناك فرق ضخم ما بين المتين وما بين المتين ألف جنيه والمية واحدة وثمانين مليون جنيه صاحب فضل بعد إزل سياتك بدون أضع كلامك فضل هو الجمعيات دي مفروض دي إما اتجاه ناحية أنه هو نشر ديمقراطية إما اتجاه ناحية أنه الحقوق الإنسان وإحنا ما أكثر إهدار حقوق الإنسان في الفترة اللي فاتت أو التلاتين سنة اللي فاتت صح ولا أنا غلطان؟ تمام طيب هل الجمعيات دي ملهاش فروع مثلا في بلاد تانية؟ لا هي جمعيات أو ما شابه الجمعيات الحكومية الغير حكومية منظمة المجتمع البدني دائما غير حكومية أو إحنا بنصفها بأنها جمعيات أهلية هذه الجمعيات الأغلب الأعام منها مصرية ودي بتاخد ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي تبقى لقانون الجمعيات الأهلية المعمول به هناك جمعيات أجنبية بعضها المفروض أن كلها تحصل على موافقة من وزارة الخارجية المصرية فيه اتفاق كده مسمينه الاتفاق النمطي عشان تسجل نفسها في إطار هذا الاتفاق أنها توقع عليه فالمفروض أن كلها يبقى كده لكن بعضها غير مسجل لدى وزارة الخارجية زي ما فيه جمعيات مصرية بعضها أيضا غير مسجل لدى وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الجمعيات غير المسجلة فيه فروع بالفعل لجمعيات أجنبية يعني فيه أبرز ثلاث جمعيات أمريكية لها فروع مش في مصر بس وفيها العديد من البلدان بس هي المركز الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية زي المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري ومنظمة بيت الحرية فريدم هاوس طيب هل يا فندم توقيت يعني أولا هذا ملف مش أول مرة يتفتح وتحديدا هو يعني كلما ييجي موسم انتخابات كده قبل يعمل شهرين تراتي هتدي تفتح هذا الملف والسنة تحديدا الموضوع بقى واخد موعد تاني خالص خصوصا مع إعلان بعض هذه المنظمات إن هي حتتعاون أو حتكون بتراقب الانتخابات وده حيكون بالتعاون مع منظمات أمريكية معروفة ومعلنة السؤال هو يا فندم فتح هذا الملف حاليا وقبل هذا التوقيت وقبل الانتخابات هل ليه بعض سياسي أنا الإجابة مزدوجة بالنسبة ليه شخصيا لأن أنا بقدرت بفتح هذا الملف نوع من الاجتهاد الصحفي والاجتهاد السياسي أيضا في صحفيا أن أنا قدرت أحصل على مجموعة من التقرير المهمة زي تقرير رجل التقص الحقائق لتقرير السفيرة أنت باترسون اللي قدمته بترسط به الجمعيات التي حصلت على تمويل أمريكي في الفترة الماضية وزي تقرير الإيد المنظمة الخاصة لأمريكية الخاصة بتقديم المعونة للدول المختلفة فرعاها هنا في مصر والتقريرين حقيقة فيه بعض الاختلافات الجانب الآخر الآخر سياسي أن أنا يعني يجب أن أي حد مهتم بالسياسة وأنا درستي أصلا عروم سياسية فيعني جدا بعض الظواهر فتتوقف قدامها ودي ظاهرة أن أنت لما تلاحظ أن هناك تضفق ضخم في توقيت معين يجب أن تتوقف عنده لتدرسه وتعرف دلالاته ونتائجه لكن على المستوى العام بقى مش على المستوى الشخصي دي أصيرت هذه القضية أنا تقديري أنها أصيرت منذ أن أعلنت تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية أنها خصصت 150 مليون جنيه من المعونة السنوية الاقتصادية للمصر التي كانت لا تتجاوز 250 مليون جنيه أول في هذا العام يعني وأنها هتقدم هذا المبلغ بشكل مباشر وبدون إختار الحكومة المصرية للمنظمات غير الحكومية بس أنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة بدون إختار الحكومة المصرية ده شوية فيه علامة استفهام لي أنه لما أعرف أن في 62 جمعية غير حكومية تلقت أموال أمريكية تحت اسم برنامج هو الديمقراطية والحكم وده كان بمعرفة الدولة 60 دول الحقيقة دول بمعرفة الدولة تمام وده في برنامج أمش كله بقى دي حاجة وده لما تعنن أمريكا على الملأ على الأقلية الولايات الملأة مش حاجة في الخفاء اللي حصل زي ما تقال من اللحظات أن السفيرة أن باترسون قبل ما تعتمد في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مش عندنا في مصر عشان مرشحة كانت مرشحة فمتروح جلسة في الكونجرس عشان الكونجرس يصدق على اختيار الإدارة الأمريكية لها سفيرة في مصر وهي في أثناء النقاش قالت أننا بنبذل مجهودا لدفع الديمقراطية في مصر وأننا دفعنا 140 مليون درار قبلها الحقيقة يعني إعلان نزل في الصحف المصرية من الأيد من نظمة المعونة الأمريكية بيقول اللي عايز يأخذ معونة يقدم لنا بدون اختار للحكومة المصرية وهو حصل الحقيقة سجال يعني وزارة التعاون الدولي استدعت مدير فرع المعونة هنا ونقشته وزير الخارجية نبيل العربي بعت رسالة لوزيرة الخارجية الأمريكية بيعترض على ده لأن اتفاق المعونة المبرم بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية مفيش فيه ده يعني أي معونة بتقدم لأي جهة حكومية أو غير حكومية بتضر عبر الحكومة أنا عرفت أنه الحكومة المصرية وجهت شبه لوم يا جماعة إزاي أنتوا بتمولوا يعني جمعيات عندنا بدون علمنا مزبوط وما ينفعش أن دولة تانية تخش تمول ناس عندي بدون ما يبقى أنا عارف تمام دون مين وليه السؤال خلاص عرفنا أن فيه أربعين مليون اتمولوا من أمريكا لجمعيات هنا أثناء أو بعد الصور أو في خلال الصور صح؟ تمام إحنا عندنا هنا بقى في مصر بعد ما عملنا التقرير هل عرفنا الاربعين مليون دون راحوا فين؟ أو الميتين مليون راحوا فين؟ ولا ولا أي مبلغ رايح للجمعيات؟ عرفنا الفلوز دي راحت فين؟ أمريكا 80 مليون دولار تحديد أنا في حدود معلوماتي أن الرقم الأمريكي يتجاوز 88 مليون دولار أكثر من نصف مليار جنيه مصري وده تبقى للتقرير اللي قدمته باترسون عشان تعتمد في داخل مصر والتقرير اللي قدمته للإيد فرع الإيد في القاهرة اتحدد فيه الأسامي الجمعيات التي حصلت على هذا التمويل هل الجمعيات دي إحنا جبناها مثلا أنا متدين أن نتسألها ما أنا بقول لحضرتك الجانب الآخر فيه تمويل أوروبي وعربي فلجنة تقص الحقائق حاولت أنها تحط إيديها على مجموعة من المعلومات اللي تيسر لها سواء بقى جمعيتها هي أو بمساعدة بعض الجهات الرقابية أو من خلال التقرير اللي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية فهذا التقرير تم إحالته مجلس الوزراء اجتمع منذ أكثر من أسبوعين وقرر إحالة هذا التقرير إلى النائب العام للتحقيق فيه وتبقى للمعلومات المتوفرة لدي أنه فيه اتنين من مستشارين متولين هذا الملف للتحقيق فيه وهيتم استدعاء عدد من المسؤولين عن بعض هذه المنظمات غير الحكومية لسؤالهم فيما ورد في التقرير طبعا التقرير ممكن أن يوجه اتهامات للبعض أنه بيرى أن هناك جمعيات تعمل بدون تركيص فده ينتبق عليها حكم القانون الخاص بالجمعيات الأهلية ويجب أن توفق أوضحها وجمعيات حصلت على تمويد بدون إختار وده بتعاقب برد المبلغ وممكن تتعرض أيضا مسؤوليها لعقوبة حبس مقررة في القانون أو بأيا من العقوباتين فده اللي هيقرره النيابة وهي بتحقق يعني إحنا ما نقدرش نعتبر أن ده اتهامات نهائية ونزر قرارات إدانة على مع الأغذف الاعتبار اللي أنا دايما بأنبق لي أن التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني غير مرفوض ده مطلوب بالعكس مطلوب زي الاستثمارات الأجنبية ما هي مطلوب ولكنه يجب أن يكون تمويلا علنيا شفافا بعلم الجهات الرقبية والمسؤولة ومعرفة يتابع انفاقه حتى لا يشوب عملية انفاقه أي عمليات فساد بالإضافة أنه لا يستثمر لأغراض سياسية مباشرة بمعنى لا يرجح كافة قوة سياسية معينة في مواجهة قوة سياسية أخرى وإحنا في حالة تنافس سياسية عاليا ودخلين انتخابات فلما في قوة تستأثر بتمويل كبير في مواجهة قوة أخرى لا تستأثر ببسر هذا التمويل فده معناها أنك أنت بتدعمها وتساندها عشان تحصل على أكبر عدد من المقاعد في مواجهة القوة الأخرى